أكد سعد السيد خالد حسين المسقط رئيس لجنة أشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013-2014 بشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف والمشاريع التي ترمي لتلبيتها بما يحافظ على الاقتصاد الوطني ويضمن استقراره واستمرار نموه وأشار سعدته إلى أن لجنة شؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى واصلت اجتماعاتها صباح اليوم بمعالي شيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لتبادل وجهة النظر حول الخيارات المطروحة لتمرير الميزانية العامة مبينا أن لجنة تأكدت من استمرار الدولة في الإفاء بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بالمشاريع التي يجري العمل فيها فيما أكد سعادته على أهمية تبني الخيار الأفضل للمملكة والذي يسند لمعلومات وأسس علمية تراعي الإمكانيات المتاحة وحجم الدين العام والعجز المتوقع خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط بالمستوى الذي تم تبنيه في المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار موقف اللجنة الملتزم بعدم الإضرار بالوضع الاقتصادي أو التصنيف الاعتماني للمملكة وتلافي الاقتراض قدر الإمكان